السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين اياه معكم عمر عصان من قناة توامان النهاردة في اولمبياد باريس كان العرب له نصيب كبير من المدليات تلات مدليات اتنين دهب واحدة فضة وبكده العرب يصلوا للمدليا رقم حداشر خمسة ذهبية تلاتة فضية تلاتة برونزية فطبعا حاجة كويسة اننا نطلع في اليوم يعتبر القبل الاخير بتلات مدليات ومنهم اتنين دهب فدي حاجة كويسة نبدأ اول حاجة بالفضية عندنا العداءة البحرينية سالو heider ناصر حققت المركز التاني في سباق رب ومئة متر بزمن تمانية واربعين ثانية وثلاثة وخمسين من مية بكده العداءة البحرينية احرازت الميدالية التانية للبحرين اول ميدالية احرزوها البحرين كان عن طريق العداءة البحرينية وينفريديافي حققت ذهبية سباق تلات تلاف متر موانا فبكده البحرين عندها مدالية فضية ومدالية ذهبية وفي تاريخهم ست مداليات ثلاثة فضية ثلاثة دهبية فحاجة كويسة انهم تلعب مداليتين في اولمبياد باريس واهمها طبعا هو الميدالية الدهبية ندخل بقى على الميداليات الدهبية عندنا الجزائر وتونس النهاردة حققوا دهبية عندنا تونس حققت ميدالية دهبية في لعبة التايكوندو عن طريق اللعب في راس القطوسي في لعبة التايكوندو وزن آآ تمانين كيلو طبعا الميدالية ديت هي تالت ميدالية لآآ تونس في اولمبياد باريس حققه اه التلت مدليات دهب فضة برونز اه البرونز كان من نصيب محمد خليل الجندوبة لعبة التايكوند برضو اه وزن اقل من تمانية وخمسين كيلو عندنا الميدالية اه الفضية كانت اه من نصيب اه فارس فرجاني في لعبة المبارزة فطبعا تونس طلعت يعني تلت مدليات حاجة برضو مشرفة اه حصدوا التلاتة يعني فضة برونز ودهب ويعني ما شاء الله عليه. اه فدي حاجة مشرفة. اه طبعا النهاردة اه فراس القطوس فاز في النهاية على اه اللعب الايراني مهران بارخور داري. اه فطبعا فاز عليه بنتيجة اتنين صفر. اه فراس القطوس فاز في جميع المباريات اتنين صفر. فدي حاجة تدل على اه قوة تونس في لعبة يعني ان يفوز بنتيجة اتنين صفر في المتشاط كلها دي حاجة اه تدل على قوة تونس في اه لعبة التايكوندو يعني وعندنا اه خليل الجندوبي محمد خليل الجندوبي اه 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 احرز البرونزية فطبعا تونس ما شاء الله عليها شكلها متفوقة في لعبة التايكوندو وعندنا كان الاردوني قبل كده يعني العرب برضو يعني ماشيين بخطة كويسة يعني في لعبة التايكوندو وان شاء الله نشوف في اه الولمبيات اللي جاية في الفين تمانية عشرين نشوف بقى مدليات اكتر في لعبة التايكوندو لان شكلنا كده احنا اه في دول عربية متفوقة فيها نخش على الميدالية التانية الدهبية كانت من نصيب الجزائر عن طريق الملاكمة الجزائرية ايمان خليف بعد فوزها في نهائه اه الملاكمة وزن اه ستة وستين كيلو فازت على اللعبة الصينية يانجيليو الليو بيخسر جدعان في النهاية كمان فعندنا فازت بنتيجة خمسة صفر اه باجماع الحكام الجولة اولة خمسة صفر الجولة تانية خمسة صفر الجولة التالتة خمسة صفر الاجمالة خمسة صفر فطبعا حاجة تدل على قوة ايمان خليف في لعبة الملاكمة اه وطبعا الميدالية اللي سجلتها ديت هي تاني ميدالية للجزائر في اه اولمبيات باريس تاني ميدالية وهي اه يعني التانية دهبية كمان يعني عندنا اه اللعبة كيلو نمور او نمور على حسب الجزائرين بهم طواز ازاي اه احرازت اه الدهبية في الجنباز اللي هو المتواز تقريبا المختلف الارتفاع فاماشاء الله الجزائر طلعت بالميداليتين دهب في اولمبيات باريس حاجة اه مشرفة طبعا عندنا كده الجزائر وصلت لسبعة دهبية في اه تاريخ الالمبيات وصلت للميدالية رقم تسعتاشر في تاريخ فدي حاجة اه ما شاء الله كويس ان الجزائر و الجزائر برضو مش مشاركة ببعثة كبيرة يعني اعتبر مقارنة بدول تانية برضو في بعثات كبيرة وما طلعتش بالميدالية اه ميدالية دهبية اه بعثة الجزائر اه تقريبا خمسة واربعين عالم اعتقد يعني بس اه في الحدود دي اه طلعوا بميداليتين دهب في حاجة اه حاجة كويسة من الجزائر انها تطلع بدهب احنا انسينا برنا نقول على تونس تونس وصلت للميدالية الدهبية رقم ستة في تاريخها والميدالية رقم تمنتاشر عموما يعني وبكده انتهى اليوم الابل الاخير من اولمبيات باريس بتلت ميداليات للعرب اتنين دهبية واحدة فضية بازن الله اليوم الاخير اللي هو بكرة نشوف ميداليات تانية للعرب ونرفع الرصيد من حداشر نشوف بقى نوصل لفين اه يعني بازن الله نوصل يعني اه ميدالية ميداليتين هو صعب طبعا انك تكسب ميداليات في اخر يوم كتير يعني فهو يعني كفاية ميدالية ميداليتين كمان وشكرا على كده وبازن الله ترقبوا فيديو اه هنعمل فيه ترتيب الميداليات يعني الدول العربية عموما يعني هنتكلم عن الدول العربية اه اللي حققت نجاح في اولمبياد باريس البعثة اللي راحت بيها وطلعت بكم ميدالية كم يعني ادها طبعا لها قيمة اكبر فهنشوف نسبة نجاح كل بعثة في اه اولمبياد باريس فبازن الله ترقبوا الفيديو ده وبالتوفيق طبعا لجميع الدول العربية في اليوم الاخير في اولمبياد باريس